أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في الدرس الماضي تعلمنا البوليان متغير البوليان في هذا الدرس سنبدأ تعلم متغيرات اللي هي الفلوت والإنتجر دعونا أول شيء نأتي على الفرس برس 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 ونضغط عليه ونرى الملف نريد أن نختار لنا منطقة فاضية نأتي مثلا هنا نريد أن نضيف اثنين اجداد نريد واحد يكون فلوت واحد يكون إنتجر نختار فلوت ونختار إنتجر دعونا نسمي ملف الفلوت اللي نتعرف المتغير الفلوت نسميه إكزامبل فلوت والإنتجر نسميه إكزامبل إنتجر إنتجر ممتاز الآن دعونا نبدأ نجرب شوية التجارب نسوي رياضيات نتعلم ماهي الفرق بين هذول الاثنين الفلوت اللي هو رقم عشري في بعض الرقم بيكون فاصلة والإنتجر رقم صحيح دعونا نضغط ونرى لاحظ أنت الصفر هاي بحطها أربعة هذا رقم صحيح وإذا عملتها أربعة فاصل اثنين لاحظ شو بصير برجعها على أربعة أضغط كومبايل الآن رقم الفلوت رقم عشري كسري لو حطرت واحد فاصل اثنين خمسة لاحظ خزن القيمة بالكسور أضغط كومبايل بحافظ عليها وما في أي مشاكل فيها فهذا هو الفرق بين الفلوت والإنتجر هم أرقام لكن واحد صحيح وواحد عشري أو في كسور ممتاز جدا 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 الآن خلينا نبدأ نضيف شوية أوامر نسوي عليهم التجارب ونعرضهم على الشاشة نكتب left mouse button بدنا نضغط بالماوس يعرض إشي على الشاشة طيب خلينا نجي أول شي بسرعة نسوي print string نوصل هاي الآن لو جبت أنا الفلوت وعملت له get ووصلت هاي إلى هون بديك تلاحظ شغلي لما أنا وصلت الفلوت سوالي نود جديدة اللي هي بتحول من صيغة الفلوت double لإيش؟ لل string حول الصيغة من رقم عشري إلى نص ممتاز جدا 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 الآن لو جبت أنا الانتجر ووصلته عملني نود مشابهة من إنتجر لسترينج الآن لو أنا شغلت رح يطبع الرقم الموجود على الشاشة ممتاز جدا طيب هدول النودز اللي وصلناهم هاي النودز التحويل ممتاز جدا جدا طيب خلينا الآن كمان نضيف event tick نعمل event tick بنا نحط على event tick أو خلينا نحطها تحت شوي حتى نشوف الأشياء اللي فوقها ممتاز event tick بنا نعمل لك كمان print string 1.25 لاحظ اعفوا نوصل هاي الآن حولي الآن رح يطبع 1.25 طول الوقت ممتاز الآن أنا بدي أعمل حركة يصير يتغير هذه القيمة كيف أعملها ما تغير إشي عنا في القيمة طب كيف أنا بغيرها بسحب هاي من هون وبضغط على الزائد بدي أتعلم أنه في عنا رياضيات موجودة في Unreal Engine بضغط على Add الآن لاحظ زي ما أنت كنت متوقع بقدر أضيف قيمة للموضوع وبوصل هاي هون الآن المنتج المنتج رح يتم إضافة رقم فننقل 1.67 على قيمتها الموجودة أصلا من الأساس 1.25 ويأخذينها هون بعد ما يأخذين سيطبعها بعد ما سيطبعها سيرجع مرة ثانية يأخذ القيمة الجديدة ويضيفها في الزائد ويضيف عليها 1.267 خلينا نشوف الآن الرقم لازم يصير يطلعنا 60 رقم 60 رقم في الثانية وتظل الأرقام تتزايد بسرعة خلينا نشوف لاحظ الأرقام قاعدة تتزاود بسرعة ليش؟ لأنه يخزن قيمة الجديدة في الزائد ويضيف عليها برجع مرة ثانية ويضيف عليها كل مرة قاعد بزيد 1.67 ممتاز هذا بالنسبة للفلوت خلينا نسوي نفس الحركة لو عملناها على الانتجر الآن لو عملنا نفس الكلام خلينا نقول كل هدول حتى أمسحهم delete delete بقدر أجيب نفس الانتجر وعمل لغت وأسحبها وضغط الزائد وأجيب عاد ووصل هاي هون الآن قيمة الانتجر أربعة بدأ أضيف عليه اثنين خلنا نسوي كومبايل سوي بلاي لاحظ الرقم صار صحيح وكل شوي بزيد رقم اثنين على كل مرحلة ممتاز جدا 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 الآن تعلمنا كيف نسوي علامة الزائد طبعا عندنا كمان بإمكاننا نسوي أرقام مختلفة أو عادلات مختلفة خلنا مسح الزائد بدي أعمل ضرب بدي أضرب أنا بدي أضرب بدي أضرب بديش جمع بدي أضع عملية ضرب الآن القيمة الموجودة أربعة بدأ أضربها في اثنين الآن بسوي كومبايل لاحظة الأرقام رح تصير جدا عملاقة بسرعة عفوا في مشكلة لأن الرقم صار يعني رقم ضخم جدا جدا فما معرضوش وصار أرجع له الصفر لكن الأصل هو بكمل حساب ممتاز في عندي الضرب عندي كمان معدلات ثانية غير الضرب بكتأسوي قسمة أو طرح تقدر تسوي طرح وتسوي ناقص واحد وتسوي بلاي لاحظ الآن القيمة بالمينس ممتاز جدا طيب الآن صارعين تعلمنا الجمع ضرب طرح في عندنا أشياء ثانية ممكن استخدمها غير العمليات الرياضية ممكن استخدم أنا ممكن استخدم أكبر من أو أصغر من تقدر تستخدم خلينا نقول أكبر من equal أكبر من أو أكبر من أو يساوي في عندك ثنتين خلينا نخد مثلا إحنا أكبر من إذا كانت قيمة مثلا إنتجر أكبر من صفر أكبر من صفر تلاحظ أنت المخرج بوليان يعني أنا ممكن أجيب مرة ثانية برانش أجيب برانش أجيب برانش أجيب إياه دعني أمسح هؤلاء أجيب هاي هون أعمل هاي هون أعمل هاي هون أعمل هاي 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 وأخذ نسخة أكتب true أكتب false ممتاز الآن إذا إنتجر اللي هو قيمته أربعة أكبر من صفر بدي النتيجة تطلع true خلينا نشوف compile لاحظ القيمة true وشغال أنه نعم هذا المدخل اللي هون عفوا المتغير هاي أكبر من صفر تمام طب لو أنا حطيته ناقص اثنين compile هو مش أكبر من صفر فإذا سيكون false لاحظ صارت false نفذ الأمر الثاني ممتاز جدا جدا وهذا نفسه ممكن تسوي أنت أصغر من و equal كمان هي نفس الشيء بمخرج condition كمان بوليان تستخدم العلامات هاي أكبر من وأصغر من أو يساوي معاك في القيم اللي هي هاي طيب عندك كمان تستخدم equal equal اللي هي equal إذا القيمة هاي تساوي القيمة الممكتوبة تحت بتعطيني true إذا لا تساوي بتعطيني false فالآن نقص صفر نقص 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 2 و صفر سيعطيني false خلينا نشوف ممتاز جدا لو أنا حطت هاي نقص 2 سوف لي أعطاني true ممتاز جدا 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 الآن تعلمنا الإضافة والضرب والطرح والبوليان كمان أكبر من وأصغر من و equal طيب ممكن حتى نمسح الآن كل هذا بدنا نتعلم شغلة جديدة حتى هاي مسحة ومسحة دول كلهم بدي أعمل شغلة للإنتجر جديدة خلينا نتعلم خلينا أجيب الإنتجر من هون زاب الإنتجر أعمله get فيه شغلة كثير رائعة ممكن نستخدمها هي switch switch integer إيش الفكر عنا هون الآن أنا ممكن إذا أخخلت المدخل اللي هو قيمته هنقول هاي قيمته 2 بدي يعمل يتنقل لما يتخيل هذا القيم يتنقل بين حالات فايش بيسوي مثلا بضغط الان ال default اللي هي رح تنعرض لو أنه ما صار ولا أي شيء لو ما كانت في أي قيمة رح ينفذ هذا الأمر يعني لقلنا print string سمناها كتبنا هاي د على ال default سوينا compile play لما أضغط بعرض د طيب هذا الاشي إحنا ما رح يفرق معنا د د ما رح تنعرض لو ما صارت الأشياء الثاني لاحظ الآن أنا عندي صفر واحد اثنين الآن إش اللي بصير رح يسوي ال switch يخذ من هاي الأوامر عندك مثلا أنت أمر أمرين ثلاثة وعندك الأمر ال default إذا صارت الحالة اللي هي قيمتها اثنين نفذ الأمر اللي هون دعنا أخذ عدة نسخ من هاي ممتاز هاي واحد هاي صفر واحد اثنين تمام نوصل صفر هون واحد هون واثنين هون طب الآن القيمة هون اثنين لازم يطبع أنا مكبس بالماوس أنا يطبع رقم اثنين لأنه القيمة المكتوبة في الاكزامبل اثنين دعنا نشوف complete طبع اثنين لاحظ أنت على الشاشة كيف يشتغل ممتاز لو كانت القيمة هون صفر هايستخدم هايكتب صفر طب لو كانت القيمة الخمسة اش هيسوي خلينا نشوف رح يطبع default لأنه ما في عنا خمسة فانه رح يطبع لذا ما وجد هذول رح يكمل على default ممتاز جدا 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 تعلمنا هسا كمان switch on integer طيب بدنا نعمل شغلة أخيرة خلينا نمسح هذول خلص مش محتاجينهم تعلمنا switch on int ممتاز ممتاز بدي اجيب انا الان اندي انتجر عمله set بدي اوصل هاي هون بدي احاول اني احول من float لانتجر احول من float لانتجر خلينا نعمل له get لفلوت عادة كسري طلع 1.25 والانتجر عادة صحيحة يعني بيقبلش غير واحد او اثنين طيب خلينا نعمل له كمان print string ممتاز طبعا احنا اللي بنتعلمه الان بنتعلم كيف البرنامج بشو يشتغل بنتعلم كيف البرنامج بكل ارقام فهذا بفرق معانا كثير اثناء البرمجة عشان نفهم احنا كيف نعطي الكمبيوتر عشان يعطينا منتجات صحيحة مخرجات صحيحة طبعا الان لما انا اوصل من float الو ارقام كسرية عشرية على انتجر لاحظ شو يعمل اعطاني نود هاي هاي النود راح توصل الرقم اللي هو واحد فاصل اثنين خمسة ومش لاقرب عدد صحيح لاقل عدد صحيح خلينا نشوف كيف راوند داون هيعمل خلينا نسوي play لاحظ الان هذا كان واحد فاصل اثنين خمسة خلينا اكبس لاحظ صارت واحد طب لو انا خليت هاي واحد فاصل تسعة كمان راح نزلها لواحد لانه هاي النود بتقول لك قرب لأقل رقم ما تقرب لأقرب رقم ممتاز جميل جدا طب انا بدي هيقرب لأقرب رقم شو بعمل بسحب هاي بكتب براوند لاحظ الان لما انا عندي واحد فاصل تسعة لازم تصير اثنين خلينا نشوف صارت اثنين ممتاز جدا 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 طب حطت لو حطت انا هاي واحد فاصل ثلاث شو راح يكون القيمة لازم تكون واحد بافكت ممتاز جدا 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 انا بكون هذا الدرس خلصته اتعلمنا كيف نلعب بالارقام نستخدم تغيرات float ونتجر وكيف نعدل عليها وكيف نستخدم مدخلات وكيف نتحول لمخرجات بطرق مختلفة يلا يعطيكم العافية واشوفكم في الدرس القادم ان شاء الله في امن الله مع السلام اشتركوا في القناة